الله عز وجل أثنى على نبيه في المنأ الأعلى وأمر أهل السماء أن يثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم أراد أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم ثناء من أهل الأرض ومن أهل السماء فقال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفي الجانب الآخر الله عز وجل كرم نبيه وإذا أراد أن يخاطبه لم يخاطبه باسمه مجردا ما نداه باسمه مجردا ناذى الأنبياء يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا إيسى يا دعوذ يا سليمان يا يحيى كل الأنبياء بأسمائها مجردا أما عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المدث يا أيها المزمن طاها إلى غير ذلك مما ورد في القرآن بل تعالى وتدبر في قول الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي قال إن أولى الناس بإبراهيم باسمه مجرد مع أنه جعل يعني ماله وقلبه وكل ما يملك لله رب العالمين وكان الخليل وابنه للنيران وماله للضيفان وقلبه للرحمن هو خليل الرحمن ومع ذلك إن أولى الناس بإبراهيم لكن عند الخطاب مع النبي لم يقل ومحمد إنما قال وهذا النبي تكريما لنبينا وتشريفا لنبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لما النادي على بعض بالنادي على بعض فيما بيننا يا إبراهيم يا فلاني كده من العشر من اللي بنا مع النبي لا لازم نتأدب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض ولذا ليعد يقول محمد أو قال محمد أو هو على المنبر أو هو في أي مكان هذا سوء أدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقول سيدنا محمد رسول الله نبي الله إلى غير ذلك كما وصفه ربه في القرآن الكريم فاللي جاء وصفه في القرآن نلتزم ونتأدب معه القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت الظهيرة في وقت القيلولة ونادوا على النبي باسمه مجردا يا محمد أخرج إلينا يا محمد أخرج إلينا فعاتبهم الله في القرآن وسجل ذلك في القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لماذا؟ لأنهم طبعا لم يحسنوا الوقت ولا اللفظ